السلام عليكم ياهلا الطيبين شلونكم شاخباركم شاء الله يربي الكل بصحة وسلامة رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد الفيديو مالتنا اليوم سبع نواع مقبلات المطاعم اللي احنا دائما نشتريها وكل جغالية راح نسويها بالبيت بطريقة سهلة وغير مكلفة سبع نواع مقبلات كلها طيبة وروعة ووحدة أطيبنا ثانية وكلها سهلة بس يلا حطونا اللايك أتمنى تحطونا اللايك اللايك ضغطت اللايك ما حتأثر عليكم وأتمنى تشاركونا الفيديو لأن المقبلات بشهر رمضان كل شي العالم تحبها وتجدد إذا عجبتكم القناة تشتركوا بيها وفعلوا الجرس على كل راح نبدو إياكم أول طبق من المقبلات اللي هي البادنجانية أو البيتنجانية اللي الأكثر العراقيين يحبوها وهي كل السهلة وما يحتاج لها أي شي فالمهم عندنا هنا بيتنجان أهم شي هاي طريقة التشريح أو التقطيع لازم تكون كلش رفيعة طبعا أكو قسم منهم أشوفوا ما أنا يسوي درق أو يسوي كبار لا البيتنجانية إذا كلها على العموم لازم تشرح خفيف فعدنا بيتنجان شرحناه خفيف وهنا الفلفل أنا عندي أحمر وأخضر وعندي برتقالي هنا الفلفل أي نوع حبايب اللي متواجدتكم بس أنا عندي هاي تلف ألوان فحبيت تلف ألوان أخلي لأن حبيت يكون الصلطة مالتي بيها ألوان حلوة وزاهية وهميا راح نشرحها ونقطعها كلش خفيفة راح تقولولي الكمية جيد أنا هنا بسوية كمية هواية حسب أنتو يعني تقدرون سوون بيتنجاناية وحدة فلفلهاية نص فبراحتكم البصل هنا هم راح قطعه كلش رفيع شوفوا على طولها ورفيعة كلش فالمهم إذا سونا فلفل راح تقولولي كثير المقادير ترا هي المقادير كلش واضحة فلفل بيتنجان بصل وهم شي قلت لكم التقطيع الرفيع هس هاي المواطل لافت هن راح نقليهن بس أكو بعد به شغلة ثانية ما هيحتاج أنه نقليه راح تقولولهم طريقة تتشمع الله ومو هي شي حبيبي كل منه طريقة آني هاي طريقتي وما شاء الله ماكو واحد ضاقة ماكو واحد أكل منها ما أتعجب عليها فتبوا هاي طريقتي وفقه واعتقدوا هتترحمون الوالدية على الطعم لأن رهيب وهنا أهم شي بيتنجان تقلوا تقلوا زايد شوفوا حبي بيتنجان لازم تقله زايد لازم تقرمش هنا عدنا الفلفل لا بس مجرد يذبل لازم تعرفون هاي الميزة بيتنجان تقلوا زايد حد ما يتقرمش الفلفل لا بس مجرد يذبل فهسا قلن بيتنجان قلن الفلفل وراح نقلي هم البصل البصل نفس الحالة حبايبي هم بس شوية ذبل ونشيله طبعاً أنا الفيديو هذا نزلته قبل كتبوه بالتعليقات مع اللي هو مو تبسي ليش تقلين حبايبي ما يصير البصل ني مستحيل لازم تقل والفلفل أنا وجرد أدبلهن مدى أقليهن فلازم السلطة يكون ذابلة بيها شوفوا بس مجرد ذبل فهذا ثلاث شغلات قليناها اللي هي البيتنجان والفلفل أدنى والبصل بعدين هسا حنضيف آخر شي لخيار لخيار لا أكيد ما حيتقلل ما يصير يتقلل فاش راح نسوي راح نقطع ونشرحها هم كل شرفها شوفوا أهم شيء أهم شيء بالبيتنجانية أو البيتنجانية اتشرحوا بهاي الطريقة كل شرفيا حتى يطيكم شكل حلو وتتلابس كلها هنا عدنا سطة ماطن ناخد بس القشر دا شوفون دا اخد بس القشر والبطن مالتا ما أاخده حتى أشرحها خفيفة شوفوا بطن دبيته وهذا اللب مالب الحبوب بذور بطنها كلها طلعته وهم راح أشرحها خفيفة يعني خيار وطماطا ما قليناها هداني بس الفنيا ما يتقلل والباقي الماض لأ كلها تتقلل بس أرجعوا أقول لكم أهم شيء انو شرحوها طوال وارفعها بهذا الشكل هسا خلينا الطماطا والاخيار بيتنجان والفلفل مالتنا والبصل وراح أخلطهم زيان وشوفوا الأضافات فهم راح تقولولي معاليموا هاي الإضافات أقولكم كل من وطريقة أنا هاي طريقة الحمدلله التباحة والحمدلله أنا همشي انو الياهلي الضوغة يتعجب عليها راح أحط لها كتب هي أهم شيء الكتب تحطون كتب حال ما تتلابس كلها شوفوها زي متلابسة بالكتب وراح حط لها شوية صاص طبعا شوية دبس رمان دبس رمان أنا بصراحة يعني ما صورته بكت فنسيت يعني بعدين نظفته فكتب يعني فد ملعقة طعام أو ملعقة طيام مو أكثر وشوية هم دبس رمان فد ملعقة طعام ها هي لا ملح لا ليمون ولا أي شيء هاي الإضافة جربوها فقوا اعتقدوا من أطيب المقبلات وأغلى المقبلات هي وأرخص شيء إحنا نسويها بالبيت كملنا الباتنجانية خلينا على صفحة هسا راح نسوي التبولة التبولة كوحن ما يحبها الكل يحب التبولة والتبولة هي بعروفة بالمعدنوس فالمعدنوس هنا بعد ما غسلته راح فرمة ناعم كلش لازم تفرموه ناعم أنا قدر أساويه بالمحضارة بس المحضارة مرات يهرسة يمردة فقلت لأ خلى فرمة بإيدي فرمتها كلش ناعم وجبنا حبة تبصلة شبيرة هم فرمتها ناعم هم أرجع وقول لكم حسب الكمية اللي تريدوها بس هي أهم شيء كفرت الأهم شيء يكون عندي المعدنوس هواية وهنا عندي رمان راح طبعا في اللي سنطلق الحاب مالتي اللي تتبولة يعني تحطون بحاب رمان كيفكم هايها مشاء الله اختيارة بس هي طيطة طعم كلش طيب وهنا عطا ماطح حبتين صغيرة هم فرمتها كلش ناعمة وعدنا برغل نقعنا وبعد ما نقع وصار عدي يعي شون كامل هم حطينا فوق المعدنوس كمية البرغل ما يصير هواية حبايب أهم شيء أكثر شيء كون كمية التبولة هو المعدنوس المعدنوس حبايبي فمعدنوس هواية بصلاية واحدة طماطية واحدة والبرغل يعني شوفوه بس يتسمن ظاهر يعني مفشي وحطينا لرمان هس شنو الإضافات راح أخلي لها راح أخلي شوية ملح وراح أخلي ليمون وزيت الزيتون ها هي هاي السلطة طبعا الثالفة هاي سلطة الطاقة طبعا هاي السلطة من أطيب السلطات وهاي لها الفقر الدم من راح تساوه تاكلوها عمي بعد ما تشكون من فقر الدم مو بس فقر الدم حتى الحديد فعدنا جزر وعدنا شوندر الفنية نعطي ما مستويات حبايبي ما مسلوقات راح تقولولي لا ما مسلوقات فشيز راح نساوه نبرشن ناعم جزر وشوندر وتتعرفون الفنية نعطينا دنيا ما شاء الله بيهم فائدة كل شوية رشة ملح خفيفة هاي أسهل زلطة وأكثر زلطة السلطة مفيدة وزيت الزيتون شوية شوية ملح زيت الزيتون شوية وراح نخلي لها تريد طبعا شوية خل شوفوا خلها فالشي بسيط فقلت لكم هاي أكثر سلطة مفيدة سموها سلطة الطاقة يعني الإيجابية اللي تضطي طاقة للبشر سلطة فقر الدم وهنا شوية هم أصرنا ليمون هم حطينا عليها ها هي يعني شوية ليمون شوية خل شوية ملح شوية زيت الزيتون وبعديا رشة معدنوس يعني تشوفوا ها السهاب كلها الجزر ولشوندر والمعدنوس هي كلها إن شاء الله تمفيدة للبشر وبيها يعني تفيد فقر الدم ونبحطينا علي شوية رمان أرجع وأقولكم الجزر والشوندر ما مستوي راح تقولولي لا حبايبي ما مستوي أتمنى تجربوها أتمنى تجربوها هاي السلطة رهيبة طعمها كلش طيب وبيها فوائد يعني ما أحكي لكم فكملت عدنا السلطة فالفة هسا راح نسوي السلطة الرابعة هي سلطة الكوسلو الإيطالية اللي هي بس لهانة وتزر هاي هم طعمها كلش طيب ورهيبة لهانة تريدون سوى بالمكشرة أنا سابقا سويتها مرة بالمكشرة دائما سوي المكشرة أو تريدون شروحوها بالستشين بس لازم هم كلش رفيع وهنا عدنا جزر راح نبرشة هم راح تقولولي مستوي لا ما مستوي ما مستوي حبايبي فهر راح أبرش الجزر نبرشة ناعم ونخلي ويل لهانة مالتنا بهذا الشكل شوفوا هي هنا بس هي لهانة وجزر ما نحط لها بعد أي إضافات هنا حطيت لها شكر طبعا أنا ما عندي عسل هي يخلولها بالأصل عسل بس اللي ما عندها عسل أكيد أكثر عالم حيقولولي ما عندنا عسل فتقدرون حطولها شكر رشة ملح خفيفة زيت الزيتون حبايبي هاي الإضافات وهنا مايونيس ولبن طبعا هنا شوفوا راح تقولولي ايش قد نخلي حطوا ملعقة طعام مايونيس حطوا ملعقة طعام لبن أوروبا يعني إلى أن سوهم ملعقتين أو تلافل حد ما تحسون أنه أتكم اللهانة أو جزر كلها يعني تلابست بهاي المواد فلازم اللبن أو الروبا والمايونيس تكون متساوية يعني جد ما تحطين لبن تحطين قد مقدارها مايونيس ها هي كملة جهزة أدنى سهلة وبسيطة كلش حبايب قلبي إن شاء الله فهمتوا مقاديرها هسا نيجي لسلطة المايونيس صلطة ها هي كل موادها راح تكون مستوية هنا عدي بزالية مستوية مسلوقة ومستوية حبايبي وهنا بوتيتها مسالقيتها ومستوية هاي لأ كل موادها راح تكون مستوية بس المهم أهم شيء شنو تفرموها كلش نعمة حتى تطينا الشكل حلو بالزلاطة فعدنا بزالية قلت لكم عدي هاي قلبة مشتريتها غسلتها من الميمالتها وصفيتها وحطيتها والنوب عدينا هاي الوتيتة المسلوقة وهنا عديهم جزر مستوي ومسلوق وهنا راح تفرمة ناعم هي بس بوتيتة وبزالية وجزر أكو عالم مقرات قسم يحطون بها صدر دجاج هم براحتكم حبايب بس آني أكتفي بالجزر والبتيتة والبزالية فبهذا الشكل كلما ترموها ناعم كلما تطيكم صرتها شكلها حلو وطبعا الألوان مالتها بكلش حلوة البرتقالي والأخضر والأصفر فالمهم هاي شنو راح تحط لها مايونيس ورح نخليها راشي ورح نخليها روبا طبعا إنكم ميزانكم حسب الطعم اللي تريدوا راح تقولوا لجرد الكمية مايونيس هي أكفر شي لازم مايونيس ورعبا طبعا والراشي راشي في الشي بسيط يعني مهواية ورشة ملح وشوية ليمون هذي ما تحب ليمون وهواية وملحه هواية لأن هاي ستصير طعمها بالمايونيس واللبن والراشي فحطوا ليمون في الشي بسيط يعني حطوا ليمون ووحدة وشوية رشة ملح وخبطناها وهذه صرت عندنا جاهزة وهم طعمها ما أحشي لكم إن شاء الله اتجربوها عندنا الصلطة الأخيرة الصلطة المشويات هاي ويا السمج ويا الدجاج ويا اللحم ويا أي مشويات عندنا هنا بصل ني ثرمنا أو شرحنا بهذا الشكل وحطينا وياه مع دانوس هاي هم كلش طيبة منسوه دائما نسوه وياها نحط عليه ملح لازم نحط عليه ملح حتى يتبلعدنا البصل وشغل ما تحضريها من وقت يعني قبل الوقت بكون أحسن حتى تتبلعدنا وحطينا ملح وحطينا زيت الزيتون وهي أهم شي بيها السماج أهم شي بيها السماج لأن هي صلطة السماج يعني هي بس بصل ومعدة نوس وسماج حبايب قلبي وشوية زيت الزيتون ورشة ملح ها هي كملت أدنى فهم نحطها قبل وقت نسويها هي وما ليش وندر حتى تطينا طعم أطيب هنا شنو جبت أنا الصحون رح أقدمها أنا عندي صحون مع المقبلات بس بوقتها تعرفون أنا ردت أسويت صحون كبار فقسمتها حطينا لخيار تريدون تحطون جزار تريدون تحطون خيار تريدون أي شي تحطون بين وحدة وحدة هاي إن شاء الله التقديم تبقى اختياري فالمهم حطينا بتنجانية وحطينا الراشية بهذا الشكل حبايبي من نسبة للليمون للملحم حسب تضوق مالتكم رح تقولولي حسب تضوق مالتكم هذي مالش فون درهم أنصحكم تسووها يعني دارتري تسووها برمضان تسووها من وقت وهي الفطور قدموها لأن هي كل ما تبضي عليها وقت كل ما يصير طعامها أطيابي فبهذا الشكل نقسمها ونسويها وشوفوا شكلها استويتها بهذا الشكل يعني ما أحشي لكم شكلها فشي رهيب والطعم ولا أروع فالسبع مقبلات المطاعم اللي كلش غالية راح أسوها بفمن كلش رخيص فأتمنى فيديو اليوم نالعجابكم ولهنا وقلكم مع السلام للجميع